ما أنواع التدريبات اللغوية المختلفة التي يمكن لمعلم اللغة العربية أن يستخدمها مع الطلاب المتعلمين في مختلف مراحل التعليم؟ يمكن أن نقسم التدريبات اللغوية إلى نوعين رئيسيين يندرج تحت كل منهما أنماط أخرى مختلفة تشمل التدريبات اللغوية أولا التدريبات النمطية وهي عبارة عن مجموعة من التمرينات التي تكون على شكل واحد وتتطلب طريقة واحدة في الاستجابة لها وهدف التدريبات النمطية تثبيت الأنماط التي تعلمها الطالب ولذلك فهي تشيع في مجال النحو وتعليم التراكيب فالتدريب النمطي تدريب شكلي لا يهمه محتوى الجملة قدر ما يهمه النمط اللغوي الذي يحكمها والذي ينبغي تدريب الطالب عليه والتدريب النمطي مقيد لاستجابة أي أننا نتوقع من الطالب ما سيقوله ما دام فاهما للتدريب مكتسبا للمهارة اللغوية المقيسة كذلك فالتدريب النمطي لا يرتبط بموقف اجتماعي معين إنه مجرد تدريب على كيفية بناء جملة معينة أو ظاهرة لغوية خاصة النمط الثاني من التدريبات التدريبات الاتصالية التدريبات الاتصالية كما يتضح لك من اسمها تدور في موقف اتصالي عن طريق الحوار مع الآخرين ولا تتبع شكلا واحدا كما لا تنبئ باستجابة واحدة من الطلاب فالتدريبات الاتصالية إذن مقيدة بموقف اجتماعي محدد ومن ثم فإن التدريب الاتصالي يأخذ عدة أشكال نحن لا نتوقع نوع الاستجابة في التدريب الاتصالي لأنه تدريب فعلي على مواقف حقيقية يتم فيها الاتصال بين فردين وبالتالي لا يمكن التنبئ بالاستجابة اللغوية الصادرة من كل منهما ومن ثم فإن الاهتمام بالمعنى يحتل مكانا كبيرا عند المعلم يرتبط بهذه النقطة الإشارة إلى أن التدريب الاتصالي يكون المتعلم حر في اختيار اللغة التي يستخدمها لأن لكل موقف اللغة التي تناسبه هناك تصنيف آخر لأنواع التدريبات اللغوية يصنف التدريبات اللغوية إلى أنواع ثلاثة تدريبات ميكانيكية وهي التدريبات التي تهدف إلى مساعدة الدارسين على إتقان المهارات اللغوية الأصوات والمفردات والتراكيب وتستخدم في المراحل الأولى من تعليم اللغة العربية وهناك التدريبات المعنوية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب لربط الكثير من الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بتعلم الأصوات والكتابة والقواعد وتثبيتها في ذاكرة الطالب وتصنف كل من التدريبات الميكانيكية والتدريبات المعنوية تحت التدريبات النمطي وهناك التدريبات الاتصالية أو الممارسات الحياتية التي تركز على استعمال اللغة للتعبير الشفوي والكتابي هناك كذلك تدريبات التحدث وهي المواقف التي تعتمد على استخدام استراتيجية لاعب الأدوار أو التمثيل وفيها يعطي المعلم لاثنين أو أكثر من المتعلمين موقفا مصطنعا يطلب منهم فيه ممارسة مهارات التحدث التي تعلموها تهدف تدريبات التحدث إلى إكساب الطلاب الثقة بالنفس والقدرة على المحاورة والاستعداد للدخول في مناقشات والتعبير عن الرأي واحترام الرأي المخالف وآداب الاستماع للآخرين وهكذا هناك أيضا تدريبات الاستماع يقصد بتدريبات الاستماع ذلك النوع من التدريبات اللغوية التي تجعل محور اهتمامها تنمية مهارة الاستماع دون التعرض للنص مكتوبا في مثل هذه التدريبات تعد الاستعانة بمهارات أخرى أمرا مساعدا وليس أساسيا وذلك مثل أن يعرض المعلم على الطلاب صفحة عليها مجموعة من البدائل يختار منها ما يناسب السؤال الذي يستمع إليه تهدف تدريبات الاستماع عموما إلى تدريب الطالب على الاستماع الصحيح وعلى الاستماع الهادف وعلى الاستماع مع التركيز وعلى الإنصاط هناك كذلك نمط آخر من التدريبات هو تدريبات القراءة التي تشمل التدريب على القراءة الجهرية بهدف إتقان مهارات النطق وإتقان كيفية إخراج الحروف من مخارجها وإتقان الوقفة المناسبة عند القراءة والقراءة بطريقة معبرة عن المعنى وهناك التدريبات التي تتم على القراءة الصامتة وهي تهدف أساسا إلى تنمية مهارات المتعلمين في الفهم أخيرا هناك تدريبات الكتابة وتدريبات الكتابة تشمل تدريبات الكتابة لتحسين وتجويد الخط العربي وهي تدريبات تصنف من بين التدريبات النمطية الميكانيكية وهناك تدريب في الكتابة على مهارات الإملاء كيفية الكتابة الصحيحة للكلمات وكيفية تهجي الكلمات هجاء صحيحا وهناك تدريبات الكتابة الاتصالية الكتابة الحرة التي يعطى فيها المتعلم موضوعا أو أكثر ويطلب منه أن يكتب في هذا الموضوع مقالا أو قصة إلى آخر كل هذه تشكل أنواعا مختلفة من التدريبات اللغوية يجب على معلم اللغة العربية أن يتقنها وأن يقدمها لطلابه كلما سنحت الفرصة حتى يثبت في ذاكرتهم وفي استخدامهم اللغوي ما تعلموه من مهارات لغوية